أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين نتقدم إلى ساحة القداسة إلى سيدنا ومولانا ولي أمر هذه الأمة الخليفة الشرعي الثاني عشر الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليهما بأصدقي وأحر التعازي بمناسبة ذكر استشهاد سيد الخلق خاتم الأنبياء رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ونجدد في هذه الليلة الحزينة إعلان براءتنا من الذين قتلوا هذا النبي الأعظم بأن دسوا له السم نجدد براءتنا من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة عليهم لعائن الله ونجدد رفضنا لهذه الزمرة النفاقية المجرمة التي أقدمت على أكبر جريمة وقد اقترنت بهذه الذكرى في هذا اليوم جريمة أخرى من الجرائم المعاصرة في حق شيعة النبي وأهل بيته حيث قامت عناصر إجرامية تأتمر بأمر حكومة آل سعود باقتحام بلدة العوامية وإطلاق الرصاص واستخدام الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى استشهاد جمع من المؤمنين كان منهم بعض الأطفال والنساء والفتيات نسأل الله تعالى لهؤلاء الذين استشهدوا في هذا اليوم ولجميع الذين يستشهدون في درب الولاء لأهل البيت والرفض لأعدائهم سواء كانوا في العراق أو في البحرين الكبرى أو في باكستان أو غيرها من البلاد نسأل الله تعالى لهم علو الدرجات وأن يجتمعوا مع النبي وأهل بيته عليهم السلام في الجنة أما نحن فليس لنا إلا أن نعقد العزم على مواصلة هذا الدرب وتجديد عقد الولاء والبراء وأن نحاول ما أمكننا صد هذا العدوان المستمر علينا ولعل ما يوصلنا إلى هذه المرحلة أن نتدارس جيدا كيف يمكن تكوين قيادة سليمة تتمثل برسول الله بأخلاق رسول الله بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان أعظم قائد عرفته الإنسانية مثل هذه القيادة السليمة الجديرة هي التي يمكن أن تعبر بنا إلى بر الأمان قد تكلمنا بالأمس مستشهدين بهذه الشهادة المهمة التي شهد بها أحد علماء الغرب وهو جولز ميسرمن المفكر اليهودي وأستاذ علم النفس في جامعة شيكاغو حين قال يجب أن يحقق القادة ثلاثة أمور أولها توفر سلامة القيادة وقال بعدما ذكر ذلك أن أعظم قائد في كل الأزمان هو محمد صلى الله عليه وآله لأنه توفرت فيه كل الشرائط ونحن قد أسهبنا شيئا ما في العنصر الأول أو في النقطة الأولى وهي نقطة سلامة القيادة وبينا مثلا كيف أن هذا النبي صلى الله عليه وآله قيادته كانت أبعد ما تكون عن اكتناز الأموال كانت قيادة ترد أموال الأغنياء على الفقراء وتعيش هي بدورها في عيشة أو بمستوى معيشي أدنى من مستوى فقراء المسلمين هذه الحالة النبوية هذه الميزة النبوية لا نجد مثلها في التاريخ بمثل هذه الشدة بمثل هذا الضبط نبينا صلى الله عليه وآله أعطى درسا لكل القادة أنهم أنهم إذا أرادوا أن يبقوا قادة خالدين فعليهم أن يبتعدوا عن الدنيا ويرفضوها لم يكن نبينا هذا ملكا لم يكن ساعيا لسلطة لمجرد أنها سلطة لم يكن ساعيا للثراء بل كان على العكس من ذلك نحن هنا نقف أمام صورة رائعة من صور زهد هذا النبي وإيثاره وتضحيته وتقشفه على نفسه هذه الصورة لعل بعضكم سمع بها من ذي قبل خاصة في أيام استشهاد تلميذ هذا النبي الأول وهو أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه هذه الرواية المطولة التي يرويها شيخ الإسلام المجلسي عليه الرحمة والرضوان في بحاره تحديداً في المجلد الثاني والأربعين الصفحة مئتين وست وسبعين في خبر شهادة أمير المؤمنين عليه السلام والرواية بطولها منقولة عن لوط بن يحيا أبي مخنف المؤرخ المشهور قالت أم كرثومة بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قدمت إليه عند إفطاره طبقاً فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش فلما فرغ من صلاته أقبل على فطوره فلما نظر إليه وتأمله حرك رأسه وبكى بكاء شديداً عاليا وقال يا بني ما ظننت أن بنتاً تسوء أباها كما أسأت أنت إلي قالت وماذا يا أباه قالت يا بني قال يا بني أتقدمين إلى أبيك إداميني في فرد طبق واحد أتريدين أن يطول وقوفي غداً بين يدي الله عز وجل يوم القيامة هذا كله معروف أنتم تسمعونه عادة في ليالي استشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لكن أريد منكم أن تدققوا في تتمة الرواية هذا العملاق علي بن أبي طالب الذي في ليلة ضربته تصرف هذا التصرف ليلة ما ضرب بسيف الغدر الخارجي من عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله تصرف هذا التصرف إذ لم يقبل بقرصين وملح لم يقبل واعتبر ذلك إدامين في طبق واحد وأنه مما يطيل وقوف العبد أمام الله تبارك وتعالى في يوم القيامة تعلم ذلك أمير المؤمنين ممن لأي شيء تكون هذا الزهد المنقطع النظير في علي بن أبي طالب إنه من أستاذه علي هو محمد الثاني هو الذي صاغ صيغت أفكاره من قبل أستاذه سلوكياته من قبل أستاذه إن بكاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف إنما هو صورة من صور وفائه للتعاليم التي غرسها أستاذه فيه يقول لابنته أم كلثوم يقول أنا أريد أن أتبع أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله ما قدم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله هذا رسول الله الذي يبهته بعض أعدائه من الكفار الحاقدين فيقولون محمدكم هذا كان طالب سلطة طالب ملك أي شيء أخذ محمد هذا من السلطة والملك ما الذي حصل عليه أأخذ مالا ثراء جاها أي شيء أخذ من السلطة والملك كيف كان يعيش حجراته ماذا كان فيها شنو أثاثه شنو حصل هذا النبي مع أنه حكم الجزيرة العربية كلها وكان صاحب حكومة استثنائية لمدة عشر سنوات ما قدم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله يا بني تتمة كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا طال وقوفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يا بني إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب ولقد أخبرني أريد منك أن تركز على هذه المعلومة يقول وقد أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبرئيل عليه السلام نزل إليه ومعه مفاتيح كنوز الأرض ولا ينقص وقال يا محمد السلام يقرئك السلام يعني الله السلام يقرئك السلام ويقول لك إن شئت صيرت صيرت معك جبال تهامة ذهبا وفضة أنت بس أطلب جبال تتحول إلى ذهب وفضة بين يديك أغنى أغنياء العالم أثر أثرياء العالم وخذ هذه مفاتيح كنوز الأرض ولا ينقص ذلك من حظك يوم القيامة يعني مع أنه حظك يوم القيامة محفوظ أنت في السنام الأعلى أنت في الفردوس الأعلى أنت في درجتك أنت قاب قوسين أو أدنى كل ذلك محفوظ لن تدنو عن ذلك لن ينقص ذلك من حظك شيئا فوق هذا تثرى في الدنيا تصبح غنيا ثريا أثرى الأثرياء أغنى الأغنياء اقبل بأمر الله أنا جئت إليك وأقدم لك مفاتيح كنوز الأرض جبال تتحول إلى ذهب وفضة عُرِض على النبي هذا العرض من من الناس يمكن أن يرفض عرضا كهذا يجمع لك دنيا وآخرة لأنه يقول لن ينقص حظك في الآخرة يجمع لك الأمرين ماذا كان جواب النبي قال يا جبرايل وما يكون بعد ذلك قال الموت قال إذن لا حاجة لي في الدنيا دعني أجوع يوما وأشبع يوما فاليوم الذي أجوع فيه أتضرع إلى ربي وأسأله واليوم الذي أشبع فيه أشكر ربي وأحمده فقال له جبرايل وفقت لكل خير يا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد صورة من صور عظمته ربه رب العالمين يقدم له عرضا مغريا كهذا يقول لا لا أريد دعني أجوع يوما وأشبع يوم ثقة الإسلام الكلين عليه الرحمن يروي في الكاف الشريف بسنده عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام هذه الرواية في توصيف حال رسول الله وهذه الرواية تدهش العقول يقول الإمام ما كان شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يظل جائعا خائفا في الله هذا من يحبه هذه الحالة أن تظل جائعا وخائفا من هذا الذي يحب أن يستبقي هذه الحالة من منا مستعدون لذلك نحن شوية نتعرض إلى شيء من الجوع شيء من نقص في الثمرات شيء من نقص في الأموال أو واحد يكون مديون مثلا يخرج عن طوره إلى متى الحال شوية خوف يتعرض إليه تلاحقه السلطات أو الإرهابيون أو يخاف بسبب ظروف اجتماعية معينة أيضا يبدأ بالضجر لا أحد يتمنى أن يستبقي هذه الحالة لا أحد فما بالك بمن لا يتمنى بقاءها فحسب وإنما ليس هناك شيء أحب إليه من أن تبقى له هذه الحالة شيء يحبه أنت تتكلم هنا عن رجل استثناء بمعنى الكلمة ما كان شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يظل جائعا من أن يحب أن يظل جائعا من أن يظل خائفا من يحب أن يظل خائفا هذا رسول الله لماذا كان يحب أن يبقى ويظل جائعا خائفا الرواية تقول في الله في الله شخصية استثنائية لا تجد لها نظيرة لما يكتب لها ولقيادتها الخلود فذلك لم يكن من فراغ ما كان ذلك من فراغ أن يكتب للنبي صلى الله عليه وآله ولقيادته الخلود ركز في كلمتي لا أتكلم فقط عن خلود النبي اسما وذكرا نعم إنه خالد اسما وذكرا إنه خالد هذا أمر مقطوع به إن اسمه يذكر في اليوم والليلة خمس مرات في بعض البلاد وفي بلاد أخرى يذكر أكثر من ذلك بحسب الشرق والغرب البلاد الإسلامية البلاد الغربية في كل مكان تسمع هذا النداء تسمع هذا الهتاف أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو كشخص ذكره خالد أنا أتكلم عن نقطة أخرى أتكلم عن قيادته الخالدة قيادته لا تزال باقية هذا النبي لا يزال يقود العالم هو الذي يسير العالم الأسس التي وضعها وأرساها هي التي غيرت مجرى التاريخ ولا تزال تغير هي التي أضافت إلى رصيد الإنسانية ما أضافته ولا تزال تضيف هي التي أحدثت كل هذه التحولات ولا تزال تحدث هذه التحولات وكأنك تجد هذه القيادة لا تزال باقية يقع فتح باسم من باسم محمد صلى الله عليه وآله يقع حدث باسم من والسبب فيه من محمد صلى الله عليه وآله متى بعد 1400 سنة حتى النزاعات والحروب كثير منها تقع بسبب أي شيء بسبب الإسلام الذي شرعه محمد صلى الله عليه وآله مجرد وقوع هذه الحوادث بما فيها الحروب دال على حيوية القيادة أنها قيادة حية لو لم تكن حية لما وقعت هذه الحوادث بما فيها الحروب حتى الحروب الظالمة حينما تجد شخصا أو جهة أو كيانا ما يقدم على حرب باسم هذا النبي وهو ظالم إرهابي إلى ما هنالك ما الذي يوجب ويدفع هذا الكيان لأن يقدم على هذه الحرب متذرعا باسم هذا النبي إلا أن يكون أن تكون قيادته حية فهو يريد الانتساب إليها لأنه يعلم أن الجماهير لا تكون معه إلا إذا رفع لواء هذا النبي هذا معناه أن هذا النبي حي في الضمائر قيادته هي المسيطرة على الأجواء بحيث إذا سلخ أحد منها رفضه العالم إنها إذن قيادة حية اقرأوا كتاب صراع الحضارات الذي نشر في التسعينيات بدايات التسعينيات لماذا انتهى مؤلفه إلى أن الحضارة الإسلامية على علاتها نحن لا ننكر أن في الحضارة الإسلامية التي تكونت بفعل تموجات اجتماعية وثقافية متعددة على مدى 14 قرن فيها اعتلالات هذا من صنع المسلمين لا من صنع الإسلام لا من صنع نبي الإسلام صلى الله عليه وآله لكن لاحظ هذه المسألة أنه مع كل هذه الاعتلالات صاحب صراع الحضارات يقول الحضارة الإسلامية حضارة يمكن لها أن تستولي على الحضارات إلا أن تصارع ولذلك طرح نظرية أنه لا بد على الغرب أمريكا وأوروبا أن يتحالف ويمتد تحالفهم حتى إلى روسيا لمواجهة أي شيء لمواجهة الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية والحضارة الصينية قيد نموها بأي شيء بالنمو الاقتصادي بالدرجة الأولى أما الحضارة الإسلامية ليس نموها نموًا اقتصاديًا بالدرجة الأولى بل نمو معرفي عقدي ثقافي أن ترى شخصا مفكرا عالما غربيا ينظر هذه النظرة للحضارة الإسلامية يراها ندا حضارية هذا معناه حيوية القيادة أن قيادة هذه الحضارة لا تزال ماذا حية لأن الحضارات الأخرى التي تكافئها في المستوى والقوة تدار من قبل قيادة حية أم لا الجواب نعم الحضارة الغربية اليوم لها مدراؤها الأحياء أم لا لها مدراؤها لها منظروها لها مفكروها لها مراكز أبحاثها لها ساستها صحيح أم لا الحضارة الصينية التي جعلها أيضا في مستوى واحد بين هذه الحضارات الثلاث لها قيادتها الحزب الشيوع الصيني لا يزال يدير تلك الأمة العملاقة أمة المليار إنسان الصيني ولا يزال هو يخطط نحو رفع اليد عن الشيوعية القديمة والاقتصاد الاشتراكي القديم والمزاوجة بين الاقتصاد الحديث الاقتصاد الرأسمالي مع الاقتصاد الاجتماعي وبذلك نهضت الصين وصارت هذا البلد الصناعي العملاق لها لتلك الحضارة مدراء أحياء لكن حضارتنا الإسلامية أين المدير الحي له؟ وين؟ إحنا عندنا مثل أولئك؟ قيادة؟ يعني من هو اللي يدي يدير الآن الحضارة الإسلامية؟ هذه التي ترعب العالم؟ منه إن شاء الله؟ حكامنا؟ لو رجال ديننا؟ منه؟ منه هذا اللي يديهندس؟ الحضارة الإسلامية بحيث يجعلها في تلك المراقي في تلك المرتبة يفترض أن هذه الحضارة تندك في تلك الحضارات يفترض هكذا كميزان حضارة شعوبها متخلفة تلك شعوب متقدمة شعوب على الأقل تتطور نحن شعوب متخلفة شعوب الإسلامية شعوب متخلفة لا يحسب لها حساب أصلا طيب دولهم دول تلك الشعوب كلها في جيب الدول الكبرى أيضا مندكة في جيب الدول الكبرى إما شرقا إما غربا وتأتمر يأتمر كثير من هؤلاء الحكام بالريموت كنترول يأتمر من العواصم الخارجية علماء عندنا بالمستوى الآن مثل فترات العصور الذهبية الإسلامية كما يطلق عليها عصور الذهبية الحضارية الإسلامية هذا أيضا واضح البطلة لأنه الآن كلنا أصبحنا حتى من يسمى عالما عندنا هو منساق للعلمنا وللنظام الغربي تعليما وتربية وفكرا إلى ما هناك ما عندنا أحد فكيف إذن صارت حضارتنا بما فيها من اعتلالات مع كل هذا التقهقر والتخلف لمن يزعمون أنهم حملتوا هذه الحضارة كيف صارت هذه الحضارة ندا كريما للحضارتين العملاقتين المسيطرتين على العالم اليوم اقرأوا كتاب صراع الحضارة ليس هناك من تفسير إلا أن قيادة هذه الحضارة التي أسست لها أسسها الأولى قبل ألف وأربعمائة عام لا تزال حية وهذا هو الحق إنه نبينا المعجزة صلى الله عليه وآله جعل هذه الحضارة سود وهناك قائد حي يتشخص فيه هذا النبي إنه حفيده إنه الإمام الثاني عشر الذي يدير هذه الحضارة أيضا يديرها من هناك من بعيد ويرسم آفاقها ويحدد طرقها إنه الإسلام المعجزة والقائد المؤسس المعجزة والمؤتمن على هذه الرسالة المعجزة أيضا صاحب الأمر صلوات الله عليه وعلى أبائه الظاهرين نحن حينما نحيي ذكرى هذا النبي في هذه الليلة نحن لا نحيي ذكرى قائد عادي كما قلنا نحن نبحث في الجوانب الاستثنائية في شخصية هذا النبي واحدة من تلك الجوانب التي تكلمنا عنها والتي كتبت له ولقيادته الخلود صلى الله عليه وآله هو هذا الزهد منقطع النظير هو هذا الرفض لمباهج الدنيا التحرر عدم الاستعباد ألا يستعر نفسه للدنيا وكنوزها وأموالها ومباهجها وزخرفها وزبرجها بل كان على النقيض من ذلك ثم هذا السخاء العجيب الذي كان يتمتع به رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم له الهدايا كما مر معنا بالأمس من قبل الوفود التي جاءت إليه لكي تعبر عن ولائها وطاعتها له باعتبار أنه فرض حكمه على الجزيرة العربية بعد فتح مكة فمن عادتها أن تقدم له الهدايا فيقول لهم خذوا هذه الهدايا والأموال وفرقوها على فقرائكم فيقولون يا رسول الله هذا ما فضل عن فقرائنا فقراؤنا قد أغنيناهم أعطيناهم حصصهم هذا زيادة خذوا لك يا رسول الله فلا يقبل بل يرجع الأموال إليهم بل ويزيدهم جائزة يعطيهم المزيد ومع هذا وهنا ندخل إلى الفرع الذي وعدتكم به بالأمس مع هذا كله مع كل هذا العطاء من قبل النبي صلى الله عليه وآله مع كل هذا السخاء مع كل هذا الجود مع كل هذا الكرم مع كل هذه التضحية يعني هو يجوع لكن يشبع الناس هو يفتقر ويغني الناس تقدم له الهدايا فيرجعها على الناس يهتم بحال المساكين والفقراء والمستضعفين شغله الشاغل كان هذا صلى الله عليه وآله مع هذا كله هل قدر هذا النبي من قبل من قالوا إنهم مسلمون من قبل من قالوا إن من أصحابه من قبل من شمخوا بأنوفهم بدعوى أنهم في القرآن ممتدحون لأنهم من المهاجرين والأنصار هل قدروا هذا النبي أم على العكس من ذلك والكلمة مؤلمة لكن لا بد من قولها السواد الأعظم منهم ما قدر رسول الله صلى الله عليه وآله فعلى سبيل المثال في هذه النقطة التي نحن فيها الآن سخاء النبي جوده كرمه مع كل هذا الذي عرف عنه مع ذلك قام الأنذال من أصحابه باتهامه في المال في المال اتهموا وطعنوا عليه استمع لي هذه الرواية التي يرويها البخاري لا نحن نرويها فقط وانظر ألا تتألم أن مثل هذا الاتهام يصدر من هؤلاء الذين قد أحاطوا برسول الله ولرسول الله عليهم النعمة الكبرى البخاري الرواية رقم خمسة آلاف تسعمائة أو ثلاثة وثلاثين بسنده عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود قال قسم النبي صلى الله عليه وآله يوما قسمة كان عنده مال غنائم قسمه وزع القسمة على الناس على المسلمين فقال رجل من الأنصار مو رجل عادي مو من جفاة الأعراب مثلا لا رجل من الأنصار ماذا قال شوف الوقاحة إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله هذه القسمة اللي قسمها النبي ما أراد بها وجه الله طعن في ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله طعن في أمانته يقول ما أريد بها وجه الله يعني النبي والعياذ بالله لم يهتم أبدا بأن الله عز وجل رقيب عليه أبدا فقسم قسمة غير عادلة النبي ظالم والعياذ بالله يفضل الناس على ناس مثلا ما قسمه بشكل عادل هو هذا النبي هكذا تتهمونه هذا الذي كان يعطى الأموال فيردها عليكم هذا الذي أغناكم هذا الذي نعمته جرت عليكم هذا الذي من الجوع كان يشد الحجر على بطنه الشريف هذا الذي أهل بيته ثلاثة أيام بلياليها باتوا طاوين هو يستحق منكم هذه الكلمة أن تطعن في أمانته وذمته ليس اطعن من الكفار ولا من أهل الكتاب ولا من المنافقين الكلام في الرواية أن رجلا من الأنصار قال هذه الكلمة وهنا لك أن تعجب من اعتقادات المذاهب المبتدعة من اعتقادات أهل الخلاف الذين يقولون لماذا تطعنون في الصحابة على تعبيرهم واصطلاحهم عن من تتحدثون عن الذين طعنوا في رسول الله يعني الآن هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل الأنصاري هذه الكلمة كفر أم لا شخص يقول إن النبي قسمة هذه قسمة ما أراد الله بها ما أراد بها وجه الله هذه كلمة كفر أم ماذا طعن في عدالة النبي في أمانة النبي في ذمة النبي هذا يستحق أن يحترم هذا الأنصار لمجرد كونه من الأنصار لمجرد أن القرآن امتدح السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ما بالكم يا قو المهاجرون والأنصار الذين امتدحوا في القرآن والسنة والذين يستحقون الاحترام إنما هم الذين بقوا على الإيمان والعدالة والتقى والإخلاص والوفاء لرسول الله للذين خانوا للذين نافقوا للذين بدلوا وغيروا وانقلبوا وطعنوا حتى في رسول الله هؤلاء وإن كانوا من المهاجرين والأنصار لاحترام لهم وإلا من هو هذا المسلم الذي يقبل على نفسي أن يحترم هذا الصحابي على تعبير من الأنصار الذي لم تسمي هذه الرواية في البخاري يعني إذا تشوف لك الآن هذا الإنسان ويقولها أمامك يقول إن هذا النبي كان يقسم المال بطريقة فيها تعجرف وقسمة ما أراد بها وجه الله يعني ما عنده ذمة نعوذ بالله وأمانة وعدل في ذلك شو تسوي بهذا ماذا يستحق منك إلا بسقة على وجهه ونحو ذلك صحيح أم لا هذا تحترم هذا يطعن في نبيك في ذمة نبيك يشفع له يشفع له كونه أنصاريا بايع النبي في العقبة بايعه تحت الشجرة يشفع له ذلك لا يشفع له ذلك إنه هاهنا يطعن في رسول الله هذا ناقض لدينه لإيمانه أصلا شفيد أنه كان من المبايعين كان من الأنصار وبعد إذن هكذا يتكلم على رسول الله هكذا يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله والرواية صحيحة عند القوم في البخاري لا يقول أن قال أنتم تطعنون في الصحابة بالأخبار الموضوعة والضعيفة بخاريكم هكذا يقول فإذا قلتم ليس بمستحق أن يحترم قلنا إذن كل من أهان رسول الله صلى الله عليه وآله أو طعن فيه ليس بمستحق للاحترام فما فرق هذا الأنصار عن أنصاري آخر وما فرق هذا الرجل من أصحاب رسول الله عن صاحب آخر وإن كان أبا بكر أو عمر ما الفرق إذا أحرزنا أن أولئك طعنوا في رسول الله صلى الله وعليه وآله كما طعن هذا الرجل وجبت البراءة من الجميع أما هنا نفتح عين ونبرأ من هذا الرجل وما قال لأنه طعن في ذمة رسول الله وأولئك الذين قالوا إن الرجل ليهجر ما نطعن بهم ونغمض عين هذا كيل بمكالين المخالفون بسبب بعدهم عن روح الإسلام وبسبب عدم استقامتهم عليه انحرفوا وعوجوا حتى في تذكيرهم وفي تقييمهم للشخصيات يأتيك المخالف أنت تسمعهم دائما يقولون كيف تطعنون بالصحابة وهذا منكم طعن برسول الله تقول له عجبا ليش يقولون لك لأنكم حين تطعنون بالصحابة وهم الذين أدبهم وعلمهم رسول الله كنتم قد طعنتم بمن أدبهم وعلمهم يعني النبي رب هذا الجيل علم هذا الجيل أدب هذا الجيل فإذا قلتم هذا الجيل غير مؤدب معنى ذلك أن القائد والمربي لهم من المؤدب من رسول الله كان فاشلا والعياذ بالله ما عرف كيف يؤدب أصحابه ما تسمعون هاي الكلمة منه دائما يكررون عجيب إذن معنى ذلك أن البخاري طاعن في رسول الله لأنه يقول أن رجلا من الأنصار تكلم هذه الكلمة على أقل التقادير غير المؤدبة يعني الآن هذا الأنصار لما يقول عن قسمة رسول الله طاعنا في ذمته يقول إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله هذه كلمة مؤدبة له غير مؤدبة على أقل تقديره سدع عنك كلمة كفر كلمة فسخ كلمة كذا وكذا على أقل تقدير أقل تقدير كلمة غير مؤدبة لا يستحلها مسلم أن يقولها في حق نبيه صلى الله عليه وآله زين فإذا أثبت فإذا أثبت البخاري أن هذا الأنصار غير مؤدب أفيقال إن رسول الله فشل في تأديب هذا الرجل فشل في تربيته وإنما أم يقال أن هذا الرجل هو الفاشل هذا الأنصار هو التعيس هو الفاشل هو الصاقط هو الراسب هو الذي لم يستحق أن يكون تلميذا ناجحا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله العقل ماذا يقول العاقل ماذا يقول يقول الكلمة الأولى أم يقول الكلمة الثانية يحمل الوزر هنا لرسول الله أم يحمله لهذا الصاقط فلماذا حين نحن نتكلم عن بعض الخونة المنافقين من أصحاب رسول الله أو زوجاته لماذا تريدون أن تجروا هذا الطعن قسرا وقهرا وتجعلونه طعنا في رسول الله رسول الله بريء منهم هم الفاشلون أو الفشلة لا رسول الله صلى الله عليه وآله هم الصاقطون هم الخائبون رسول الله أستاذ مدرسة عملاقة في كل مدرسة عملاقة من الذي ينجح ويتفوق ويبرز القلة أم الكثرة القلة دائما المتفوقين في أي مدرسة في التاريخ هم من نخبة المدرسة قلة من أولئك الطلبة نحن هذا الذي نقوله في مدرسة رسول الله نقول نعم كان له تلاميث كثر نخبتهم صفوتهم تفوقوا كان من أولئك من رسب كالمنافقين أبو بكر عمر عثمان وأمثالهم وكان منهم من نجح بدرجات دنيا إذا ولل راجعين آخر شيء واحد مثل زيد بن أرقم مثلا وكان منهم من تفوق كالمقداد أي عيب في ذلك في رسول الله صلى الله عليه وآله أي شائنة تدخل عليه أما المنطق البكري منطق أحمق تتكلم على الصحابة يعني تكلمت على النبي شنو هذا الكلام أي كلام من هذا إذا انطبقوا منطقكم هذا على البخاري أما تكلم على الصحابة يلا تكلم على هذا الأنصاري هذا كلام سخيف ما قدروا رسول الله أنصاري واحد من الأنصار ما يستحي يقول هذه الكلمة في حق رسول الله يطعن في ذمة نبي الله الأعظم صلى الله عليه وآله ويصل الخبر إلى النبي ماذا صنع شوف الرواية في البخاري عبد الله بن مسعود سمع هذه الكلمة من هذا الرجل من الأنصار يقول قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وآله يعني حتى أخبره فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى حمر وجهه صلى الله عليه وآله للعلم النبي كانت كانت فيه هذه الصفة صلى الله عليه وآله أنه بسرعة تظهر على وجهه الشريف أمارات الرضا أو الغضب يعني إذا كان راضيا يتهلل وجهه تجد في الرواية كثيرا ما يوصف بأنه قد تهلل وجهه صلى الله عليه وآله وتشرق الدنيا بتهلل وجهه الشريف وكثيرا ما تجد أيضا في الرواية تقول أنه غضب فحمر وجهه النبي كان تظهر عليه تلك الأمارات ولما يغضب غضبا شديدا يحمر وجهه هذا من موارد ماذا غضب رسول الله الشديد لأنه كلمة كفر هذا وانت تعرف القائد ما يتوقع من أتباعه هكذا جحود ونكران يعني أنت أنصاري أنت شنو كنت سابقا أنت كنت عابد وثن أنت شنو كانت قيمتك أنت لو لاي أنا القائد ماذا كانت قيمتك شنو كنت صفر في كل شيء وآخر شيء يمدربك على جهنم أنت بي نجوت بي أعتقت من النار بي رفعتك من الجاهلية إلى الحضارة وأتلقى وأتلقى منك هذه الطعن الغادرة على شنو على فلوس على أموال تريد نصيب أكثر تطعن في عدالتي تطعن في كرامتي تطعن في أمانتي وذمتي وأنا نبيك القائد العادي ما يتوقع من أصحاب وأتباع هذا الكلام فكيف برسول الله كيف بنبي الله فغضب النبي حتى حمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى لقد رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر حسب روايته القرآن حكى لنا ذلك حكى لنا كيف أنهم مستحوا حتى مستحيوا حتى أن يطعنوا في رسول الله في القضايا المالية مع أن سيرة نبي الله في القضايا المالية كانت ماذا هو ما قدمته لكم في هذه الليلة وفي الليلة الماضية هذا الجود والسخاء والعدل والإنصاف وإغناء الناس النبي بيمنه رزق الورى صلى الله عليه وآله وروحي في ده مع ذلك شو يشترون تكلموا عنه ما تحمله لأنه هو يريد نصيب أكثر من نصيبه المشكلة هي هذه تجد هذا الشخص لأنه الدنيوي نعوذ بالله فيريد نصيبا أكبر ما حصل النصيب الأكبر يطعن في القائد قضية واضح القرآن أيضا تحدث عنهم يقول ومنهم اقرأوا في سورة براءة ومنهم من يلمزك في الصدقات الله أكبر هذه الصدقات التي كانت تعطى لرسول الله فهو يتقشف يبقى يجوع ويرجع هذه الصدقات على فقراء الناس مع ذلك تأتون يوما وتلمزونه في الصدقات وقلت لكم أنا بالأمس أن النبي حين كان يأتيه سائل يقول ماذا لا عل لا عل لا تذكر لي السبب إذا عنده أعطاه ما قال لا قط إلا في تشهده ما يقول لأن النبي أبدا لا يرد سائلا أبدا كفار جاءوه وسألوه ما ردهم يقرأوا في تاريخه الشريف يقرأوا في سيرته الوضاءة العطيرة كفار جاءوا يعني مثلا يهود يهود في المدينة جاءوا يا أبا القاسم إحنا فقراء أعطنا فلوس أعطاهم فلوس أعطاهم ما رد أحدا قط أبدا ومات أو استشهد مدينة لأنه أحيانا إذا كان عنده يعطي ما عنده يعد ما يحصل يقترض يقترض يعطي فمات مدينة وسدد قروضه خليفة وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهكذا صنع أمير المؤمنين والإمام الحسن وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم عادتهم يا هذه الإحسان والكرم للناس مع ذلك تأتون وتلمزونه في الصدقات قرآن يتحدث عن هؤلاء حتى فقط تستشعر الآلام التي اختزنها هذا الصدر الشريف صدر رسول الله صلى الله عليه وآله إيش قد تحمل حتى من المقربين منه حتى من أصحابه ومنهم من يلمزك يطعن عليك ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم يسخطون وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ما فعلوا هكذا بل تجرأوا حتى على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله تعرف هذا شنو معناه هذا معناه كفران النعمة وإحنا هذا محط بحثنا هذا هو الفرع الذي أردنا أن نتكلم في شأنه كيف كفرت هذه الأمة سلفاً وخلفاً رسول الله كفرت رسول الله يعني لم قالت عننا كافر يعني جحدت نعمته هذه هي الحقيقة هناك كلمة لمولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه رواها عنه أبناؤه من الأئمة الطاهرين صلى الله عليه والراوي عن أولئك أحد أصدقي وأعظمي وأوثق علمائنا وهو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه علل الشرائع يروي بسنده عن الحسين بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه أي جعفر بن محمد عن جده أي محمد بن علي الباقر عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين سيد الشهداء عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال هذه كلمة مهمة من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله مكفرا لا يشكر معروفه ولقد كان معروفه على القرشي والعربي والعجمي ومن كان أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله معروفا على هذا الخلق منه كان أعظم الخلق نعمة ومعروفا على الخلق من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هذا الذي لولاه لكانت البشرية إلى اليوم غارقة تنفي الضلال والتيهي والظلمات والتخلف والجاهلية من أعظم فضلا علينا منه مع هذا كان مكفرا لا يشكر معروفه ما احترموه ما قدروه ما جزوا إحسانه بإحسان ويتم أمير المؤمنين عليه السلام كلمته فيقول وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهم ولذلك أنا أقول لبعض الإخوة المؤمنين العاملين أنه لا تتوقع أن تشكر من الناس ومن المجتمع لا تتوقع ترى ما شكروا قبلك أئمة أهل البيت ترى ما شكروا قبلك رسول الله ما شكره طعنوا ليش تتوقع لا تتوقع تشجيع من أحد لا تتوقع أن تشكر حتى ممن تجري نعمتك عليهم لا تتوقع اتوقع الشكر من الله من رسوله من أئمة أهل البيت انتظر الثواب من الله عز وجل لا تنصدم يتقول مهما أتعب وياهم وأشتغل أشوف مع الأسف جحود ونكران جميل لا تنصدم هذا هو الواقع الذي عانى منه رسول الله عانى منه أئمة أهل البيت صلوات الله عليه هذا كان لك مثال شوف إيش لون رجل من أنصار رسول الله من المهاجرين من الأنصار الممتدحون يفترض شوف كيف عامل رسول الله كيف طعن في ذمته برواية البخاري هذا من السلف حتى تتأمل في كلمة أمير المؤمنين كان رسول الله مكفرا لا يشكر معروفه مع أنه أعظم الخلق نعمة على الخلق ومعروفا على الخلق هذا مثال في الجانب المالي أعطيك مثالا آخر في جانب آخر أخطر وأيضا هذا كله يدور في بحث سلامة القيادة القادة الدنيويين كما بينا عادة ما تكون أهدافهم دنيوية رخيصة منها جمع المال والثراء يعني واحد مثل قذافي مثلا القائد حتى دائما كان يسمو الأخ القائد ما يقبل هو يسموه رئيس ولا ملك ولا أي شيء الأخ القائد آخر شيء قبل ملك ملوك أفريقيا وإمام المسلمين هذا أضافه لألقاب التسعة وتسعين تسعة وتسعين لقب عنده سوال مثل ذاك صاحبنا القائد الضرورة زين ومثل صاحبنا الآخرهم ولي أمر المسلمين ما علينا من السيد القائد أكثر من واحد سيد قائد أكو عندنا هذا الآن معمر القذافي شلون كان يعيش عيش عادية يعني ضابط في الجيش الليبي هاي حالته عند راتب وكذا يريد أكثر من نصيبه شنو سوى سوى انقلاب حكم ليبيا وهو لا يزال في العشرينيات من عمره زعطوط حكم ليبيا شكت حكم ليبيا أربع وأربعين سنة مو هالشكل أطول مدة حكم في العصر الحديث إذا لم تخني الذاكرة أطول مدة حكم زين هذا حكم ليبيا ليبيا بلد غني ترى على فكرة ليبيا بلد نفطي هو دائما انت لذا تشوف الفقر وكذا هاي بسبب سوء القيادة وإلا يفترض الحمد لله الله وهب دولنا وهبها كثيرا من الموارد لكن سوء القيادة يسبب شنو فقر للناس يعني هاي العراق مثلا عراق أصلا جنة الدنيا يفترض عراق شنو ينقصه في الموارد لا ينقصه شيء لكن سوء القيادة يسبب هاي الحالة هذا حكم ليبيا شنو صار قيادته تشخصت في أي شيء تمثلت في ماذا جمع الأموال سرقة الثروات البذخ صحيح المجون الفسق الدعارة أجلكم الله مسوي لها كلية عائشة ومخلي لها باديغاردات شنو نسوان كل واحدة يمسميها عائشة هل قد معجب بعائشة إنسان خبه هذا قائد هذا مثال لقائد دنيوي تجد من صفات القائد الدنيوي أنه ماذا يحب البذخ يحب الأموال من الصفات الأخرى التي تكتشفها في القادة الدنيويين أنهم لا يقدمون أنفسهم وأهل بيتهم وأقرباءهم والمحيطين بهم لا يقدمونهم في مواقع النزال يعني هو شنو يقول روحوا أنتوا جاهدوا إذا بنت وربك يعني أنا موجود هناك أدير أنا أهندس ويكتفي بالخطابات وبنروح بالدم نفديك يا قائدنا هذه طريقة هذا أما يروح هو بنفسه يعرض نفسه على الجبهة للخطار أو يبعث بأولاده مثلا أو بأقربائه ما يسويها القائد الدنيوي ما يسويه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الأعظم قائد في تاريخ البشرية لا بشهادة المسلمين بل حتى بشهادة غير المسلمين ومنهم اليهود كما بينا ما كانت هذه صفته كان يقدم نفسه الشريفة صورة من صور عظمته هي هذه أنه يضحي بنفسه في مواقع الخطر تجده في الصف الأول ويقدم أهل بيته الأقربين فيفدي بهم أصحابه إلى هذه الدرجة هذا نص كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أمير المؤمنين كما تعلمون كانت بينه وبين الطاغية معاوية لعنه الله مكاتبات ومراسلات أمير المؤمنين يعظه وذاك يزداد ماذا غيا وضلالا فيرد على أمير المؤمنين وأمير المؤمنين يرد عليه هذه المكاتبات موجودة وجزء منها في نهج البلاغة في واحدة من تلك الكتب ماذا قال أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية هذا الكتاب رقم تسعة في باب الكتب من نهج البلاغة تحت عنوان ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية يقول الأمير عليه السلام فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح أصلنا وهموا بنا الهموم وفعلوا بنا الأفاعيل ومنعونا العذب وأحلسونا الخوف يعني جعلونا ماذا أحلاس بيوتنا من الخوف أرادوا أن يدخلوا علينا الخوف وأحلسونا الخوف واضطرونا إلى جبل وعر وأوقدوا لنا نار الحرب فعزم الله لنا أي لأهل البيت على الذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته إلى أن يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حمر البأس وأحجم الناس اشتدت المعركة حمر البأس والناس شنو أحجموا اتخلوا انخذلوا شردوا انهزموا كما حصل مثلا في معركة أحد كما حصل في معركة حنين وغيرهما من المعارك إذا صارت هذه الحالة هنا يتقدم النبي وأهل بيته فيقول وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حمر البأس وأحجم الناس وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة فقتل عبيدة بن الحارث يوم بدر رحمة الله عليه عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب هذا من أهل بيت رسول الله بالمعنى الأعم من بني هاشم قتل متى يوم بدر وقتل حمزة يوم أحد سلام الله عليه وقتل جعفر يوم مؤته سلام الله عليه وأراد من لو شئت ذكرت اسمه يعني يقصد نفسه الشريفة هذا من البلاغة ومن التواضع لا يقول أنا يقول وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة لا تتصور أنا أيضا أردت الشهادة ولكن ماذا حصل ولكن آجالهم عجلت منيته أجلت الله كاتب لي أن أستمر أجل منيتي لأن لي دورا بعد ذلك فالله حفظ أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه كان أكثر من يركز عليه الكفار لكي يغتالوه ويقتلونه لاحظ كلام أمير المؤمنين عليه السلام هنا أنه كان النبي صلى الله عليه وآله إذا اشتد البأس وأحمر ماذا يصنع يقدم أهل بيته ليقي بهم أصحابه حر الأسنة هذه صفة القائد الإنساني صفة القائد الشريف صفة القائد العظيم أنك تجده لا يترك الرعية هي التي تتلقى السيوف والأسنة واتكون هي على جبهات القتال وإنما هو أيضا يبادر بأن يرسل أبناءه بأن يرسل المقربين منه بأن يرسل أهل بيته هؤلاء يكون أيضا في الصف الأول هل أولئك قدروا هذا من النبي يعني هؤلاء الأصحاب في مجملهم ليس كلهم مجملهم قدروا هذا الشيء من رسول الله صلى الله عليه وآله قدروا أهل البيت الذين فدوهم الذين قتل من قتل منهم إن جاءا لهؤلاء أم على العكس فعلوا عادوا لا على أهل البيت فقط بالظلم بل حتى على رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقل من كفران النعمة كفروا النعمة كفروا رسول الله ولم يشكروا معروفه ذاك مثل من الأسلاف وانظر هنا إلى مثل من الأخلاف الآن مع ما عرف من النبي صلى الله عليه وآله أريد منك أن تدقق مع ما عرف من النبي صلى الله عليه وآله في أنه كان يقدم أهل بيته ورأسهم علي بن أبي طالب يعرضهم للحتوف يعرضهم للمخاطر في جبهات القتال ليقي بهم أصحابه هؤلاء الذين كانوا عالة على رسول الله واحد مثل أبي بكر مثلا لعنه الله عالة شنو كان يسوي في الحرب هذا شنو كانت قيمته شي سوي يعني قاعد بالصف الأخير لازق برسول الله صلى الله عليه وآله على أساس أنه شنو يعني أنا أبقى بعيد عن القتال المخالفين يجوك يقولوا لك إيه هو كان لازق بالنبي لأنه مستشار الخاص كان جالس معه في بدر في العريش النبي استشير يعني في الخطط الحربية وكذا هذا دائما مع النبي إيه مو مشكلة الآن في أحد النبي ترك الصفوف الخلفية ورح غاص في وسط الميدان بعدما هؤلاء ماذا هربوا وصعدوا على الجبل وكان منهم عمر اللي كان يصعد مثل أروى مثل أنثى التيس يصعد على الجبل ليش ما شفنا أبو بكر راح غاصا مع النبي مو هذا المفروض ملازم مع النبي ليش ما رح وسط الميدان أيضا وقاتل ودافع عن رسول الله وعن المسلمين وعن الإسلام ليش في حالة الرخاء وفي العريش قاعد يم من نبي أما لما يحمروا البأس نشوفه وراء الجبل شيسا وراء الجبل يقضي حاجة حالته من حالة عثمان آي شغلته النبي صلى الله عليه وآله كان يقدم أهل بيتي وأحيانا هو يبادر زين بعض النواصب وبعض المعتوهين بعض المعتوهين لا يعجبهم أن يسلموا بهذه الفضيلة لأمير المؤمنين صلى الله عليه ما يعجبهم هذا الكلام ما يردون أن يقولوا إن علي بن أبي طالب نعم كان هو صاحب السبق في ذلك شوفوا إخواني المذهب المعتزلي كان بينه انقسام قسام تاريخي معروف بين من يذهب منهم هما من المخالفين لكن بينهم انقسام بين من يذهب منهم إلى تفضيل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان ومنهم من كان يذهب إلى العكس يفضل أبا بكر وعمر على وجه التحديد أبو بكر وعمر على أمير المؤمنين عليه السلام المعتزل الذين كانوا في بغداد يعني معتزلة بغداد الغالب عليهم تفضيل علي بن أبي طالب معتزلة البصرة في تلك الأزمنة الغالب عليهم تفضيل أبي بكر الجاحظ تعرفونه معروف هذا كان من معتزلة البصرة هذا معتزلي لكن ينتمي إلى المدرسة البصرية في الاعتزال فهذا كان يذهب إلى تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وألف كتابا في هذا الخصوص اسم ذلك الكتاب وهو كتاب مطبوع اسمه كتاب العثمانية لأنه كان يقول أنا عثماني أنا من أتباع عثماني بن عفان وأحيانا كان يقول عمري يعني العمرية والعثمانية إذن كلهم شنو إخوان في رضاع الكبير البكرية العمرية العثمانية الأموية والبترية هموا إياهم لحقوهم آخر شيء إذن كلهم سووا أشقاء برضاع الكبير فضائل أمير المؤمنين لا أحد يستطيع أن يدعي أنها كانت لغيره أو أن يدانيه فيها أحد ما يوزن يعني أمير المؤمنين لا يوزن بأحد زين هذا هم الطر أن يفضل أبا بكر فشي سوي لما يألف كتاب العثمانية ذا يحتج يريد أن ماذا يفضل أبا بكر على أمير المؤمنين فيذهب إلى فضيلة فضيلة من فضال أمير المؤمنين عليه السلام يحاول إما التشكيك فيها إما أن يحتج بأخبار موضوعة مكذوبة لأبي بكر تماثل تلك الفضائل حتى أبو بكر يصبح له شيء من القيمة على الأقل يكون عنده شيء توقف الجاحب في هذه النقطة هناك فضائل مكذوبة لأبي بكر كثيرة كذبت بها عائشة واحدها مثلا شنو أنه كان ذا مال طائل وأنفق ماله في سبيل الله واحدها مثل شنو مثلا سدوا كل الأبواب إلا خوخة أبي بكر سجاب الخوخة على الباب ما ندري على أساس مقابل سدوا كل الأبواب إلا باب علي ما أدري لو كنتم متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ومن الحتي هذا الأكاذيب الموضوع من عائشة وحزب عائشة لترفيع شأن هذا المنافق أبي بكر ابن أبي قحافة ولكن هناك نقطة فهو الجاحب استدل بهاي الأمور جايب لك هل في كتابة العثمانية هذه الأحاديث الموضوعة حتى يرفع من شأن أبي بكر ويقول يعني أنتم لماذا تفضلون علي بن أبي طالب أبو بكر لديه مثل فضاء العلي وزيادة بس توقف عنده نقطة ما قدر هي نقطة شنو أن علي كان معروف أسد الله الغالب هذه بلاءاته في الحروب هذا جهاده هذا قتاله هذه فروسيته معروفة أبو بكر ما عنده شيء يعني حتى يراد أن يختلق له ما ترهم الشغل فشي يسوي بهالحالة؟ شي يسوي؟ شوف ابتكاره قال إذا كان هذا مطعنا على أبي بكر وسببا لتفضيل علي عليه فهو من باب أولى مطعن على رسول الله والعياذ بالله لأنه رسول الله أيضا ما أبلى ذلك البلاء في الحرب وحال أبي بكر من حال رسول الله ليش خابصينها إن شاء الله؟ شوف كلامه الجاحظ ماذا يقول؟ كلامه أيضا نقله صاحب شرح النهج بن أبي الحديد في شرح النهج المجلد الثالث عشر الصفحة 277 يقول قال الجاحث والحجة العظمى للقائلين بتفضيل علي عليه السلام قتله الأقران وخوضه الحرب يقول وليس له في ذلك كبير فضيلة ما كان لك كبير فضيلة هذا علي بن أبي طالب الذي لو لا سيفه لما قام الإسلام ولا استقام يأتي هذا النذل ويقول ليس له في ذلك كبير فضيلة إيه مو أنت لو جنت بالحرب هناك تعرف الفضيلة عدل تعرف يقول لأن كثرة القتل والمشي بالسيف إلى الأقران لو كان من أشد المحن وأعظم الفضائل وكان دليلا على الرئاسة والتقدم لوجب أن يكون للزبير وأبي دجانة ومحمد بن مسلم وابن عفراء والبراء بن مالك من الفضل ما ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله لأنه لم يقتل بيده إلا رجلا واحدا ولم يحضر الحرب يوم بدر ولا خالط الصفوف وإنما كان معتزلا عنهم في العريش ومعه أبو بكر شوف كفران النعمة ليس تكفير علي فقط وجهود نعمته ومعروفه وإنما تمادوا إلى تكفير رسول الله وجهود نعمته ومعروفه لأنه شي سوي تورط يريد يرفع من مقام سيدي أبي بكر فما عنده مانع أنه حتى رسول الله يطعن عليه يقول إيه ما خاض الحروب يعني شنو يعني ما سوى شيء النبي كان قاعد ما قتل إلا مرة واحدة رجل واحد وكان قاعد هناك بالعريش ومعه أبو بكر فأبو بكر حالة من حالة يعني إذا طعنتم على أبي بكر طعنوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وهنا بطبيعة الحال يقتبس هذا الكلام من؟ أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله من المستشرقين ومن اليهود والنصارى وغير ومن المتعصبين منهم ممن يريدون تدمير الإسلام وتشويع سمعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله فيقولون هذا النبي كان انتهازي كان هكذا يعني يقدم الآخرين وهو قاعد هو مرتاح تقولون قدم أهل بيته مو مشكلة صحيح قدم عليه ابن أبي طالب لكن بشهادة الجاحظ وهو منكم هو كان قاعد مرتاح مو مشكلة قدم ابن عمه يالله خليه ابن عمه يروح هل هذا كلام صحيح؟ هذه الدعوة التي ادعاها الجاحظ صحيحة؟ أنا الآن تحدى أن تذهبوا وتسألوا عموم المسلمين في الجزيرة في نجد والحجاز في اليمن في السودان في مصر في ليبيا في تونس الجزائر مغرب كل بلادنا تسألونهم يقولون نعم صحيح النبي ما عرف عننا ولا سمعنا ولا حدثونا على المنابر أنه النبي كان فارسا مقداما ويجاهد ويحارب وقتل جماعة هذا التاريخ شنو؟ ممسوح مغيب ليش؟ لماذا؟ وعرفناه فارسا بطلا قتل جماعة من الناس في حروبه في غزواته لماذا؟ ومخالفون لا يعرفون هذا الشيء ما هو السبب؟ مصدر التلقي مختلف أنتم تأخذون محمدا هذا صفاته وتعاليمه وتراثه من مصادر مشوبة منحرفة فلا تعرفون التاريخ الحقيقي لرسول الله نحن أخذناه من المصدر الصحيح من أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أوصى باتباعهم وقالوا اخذوا سنتي منهم تاريخي تراثي أحوالي صفاتي من هؤلاء خذوهم من هؤلاء فعرفنا تاريخا آخر الجاحظ ليس من أولئك هذا جحود النعمة كفران النعمة عدم شكر المعروف واحد من الأسلاف يطعن في ذمة رسول الله واحد من الأخلاف يطعن في أي شيء في شجاعة رسول الله في مروأته لأنه هذا طعن في المروأ في الواقع طعن في المروأ لا يسعنا الوقت في هذه الليلة وهي ليلة الحزن على فقدان رسول الله صلى الله عليه وآله وشهادته أن نفصل كلام أو نذكر تتمت كلام الجاحظ والرد على ذلك إن شاء الله ذلك نحيله إلى الليلة المقبلة بإذن الله تعالى لكن ركزوا في هذه النقطة إخواني في مثل هذه الليلة ليلة استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله على كل مسلم أن يراجع نفسه يرى هل أنه والعياذ بالله ممن يصدق عليهم أنهم من الذين كفروا رسول الله أي جحدوا معروفه لأنه يحمل اعتقادات معينة تسيء لرسول الله يحمل تصورات معينة بعيدة كل البعد عن الشخصية الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله هل هو من هذا الصنف من المسلمين أم هو من الصنف الآخر الذين شكروا لرسول الله معروفه على كل إنسان يراجع نفسه يشوف كيف يصف نبيه ماذا يعتقد فيه هذه مسألة مهمة هذا يتحدد عليها يتحدد بها أنك من الأتباع الأوفياء لهذا النبي صلى الله عليه وآله أم لا أم أنت من هؤلاء الذين تحدث عنهم أمير الممين عليه السلام قائلا إنهم قد كفروا رسول الله أي لم يشكروا معروفه كان رسول الله مكفرا لا يشكر معروفه مع أن معروفه عم القرشي والعربي والعجمي ومن كان أعظم معروفا من رسول الله وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا وخيار المؤمنين كذلك لا يشكر معروفهم نحن بحاجة إلى وقفة مع الذات هذه الوقفة تتحدد فيها علاقتك كمسلم بنبيك يعني أنت إذا كنت تحمل إلى اليوم عقيدة مثلا أن رسول الله هذا هو الذي عبس وتولى فهذا من كفران نعمة رسول الله علاقتك بهذا النبي علاقة فيها خلل إذا كنت تحمل إلى اليوم اعتقاد أن هذا النبي والعياذ بالله ظلم زوجته وعائشة في بعض الأمور لأنها اتهمته بالظلم وعدم العادل وصدقت عائشة فيما قالت هذا من كفران نعمة رسول الله صدقتها لما نسبت إلى رسول الله أنه مثلا كان ينسى القرآن ويسهو ويغلط في الصلاة ويفعل كذا وكذا مما يعفو اللسان عن ذكره من القضايا الجنسية هذا من كفران نعمة رسول الله اعتقدت فيه اعتقاد الجاحظ إكراما لأبي بكر جعلت رسول الله أيضا ناكلا عن مواجهة الأقران ومبارزة الأبطال لأن أبا بكر لم يؤثر عنه شيء من ذلك هذا أيضا منك كفران لنعمة رسول الله هذا جحود هذا عقوق عقوق في حق رسول الله لذلك نداؤنا لجميع الأمة لأمة الإسلام والمسلمين أن تعالوا لتصحيح علاقتكم برسول الله صلى الله عليه وآله من جديد انظروا ماذا تحملون من تصورات ماذا تحملون من عقيدة فيه صححوها حتى لا يصدق عليكم عنوان أنكم المكفرون الذين جحدوا النعمة هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد وآله محمد وعجل وعجل والعام وعجل والعام